مرحبا بكم مشاهدين مرة تانية مستمرين فقراتنا في نارك سعيد لحد 11 صباحا على الهواء مباشرة من ما سبيره وكلها 72 ساعة ويبدأ المؤتمر الاقتصادي اللي وصف الرئيس مبارا في كلمته بانه دراع مصر وانه الدولة كلها وراه والدولة كلها بتعقد امال على المؤتمر الاقتصادي كلها كم ساعة والمؤتمر يبتدي كلنا في انتظار النتائج خلونا نتكلم عن المؤتمر وظروفه ومدى فعاليته وتأثيره على مستقبل مصر مع أستاذ مصباح اطبقى المحل الاقتصادي صباح الخير فانا صباح الفل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من 13 ل 15 مارس الحالي حضرتك شايف ايه الهدف الرئيسي والأسباب الرئيسية ممكن نقول للمؤتمر أنا الأول بقول المؤتمر هيبدأ يوم 16 مارس يعني مش من المدة من 13 ل 15 بمعنى ان احتفالية او التجمع الحجد بتاع المؤتمر هيعدي احنا عملنا قبل كده فيه منتدين ديفوس اتعاملوا في شرم الشيخ وكان فيهم عدد ضخم وفيهم واحد طبعا جورج يبوش الابن كان موجود فيه وكان حاجة جامدة وعملنا مؤتمرات لليوروماني وعملنا مؤتمرات مصر الخليج برضو من أشهر قليلة فكحدث بحجد من رجال أعمال وحتى ساسا أنا عادي طبعا الحجم أكبر الموادي هيعدي لكن بقول يبدأ يوم 16 بمعنى ما الذي سنقوم به كمجتمع وحكومة عشان نماشي في الطريق ده اللي فيه استثمار قوي من ناحية وفيه عدالة اجتماعية من ناحية تاني فالحكومة أنا مبارح كنت حاضر الاحتفال بتاع الأهرام كان المنصر محلب موجود وبيقول والدكتورة وزير التعاون الدولة يعني بيقولوا أنه الهدف الأساسي أو حنقول المؤتمر نجح لما نشعر أنه رسالتنا وصلت إيه هي رسالة نحن نقول هذا المؤتمر هذا البلد عنده إرادة حقيقية أنه يمشي في سكة نموه قوي وعنده رؤية وعنده برنامج وعنده مشاريع يعني حيترحها يعني ده هدف الحكومة أنا بتالي أحب أضيف لده من عندي وأتصور أنه ده ممكن يكون محل اتمام دوائل مختلفة في الأوساط الحكومية أنه واضح أنه يبقى فيه عملية برضو سياسية المؤتمر كان يمكن فكرته أساسا إقصادية فقط لكن في الظرف الدولي والإقليمي اللي موجود دلوقتي يبقى جانب منه مش قليل برضو سياسي عايز يؤكد مرة أخرى يعني قوة يعني اعتراف الأطراف الدولية المختلفة والإقليمية بالمكانة والدور الجديد لمصر من ناحية ووفهم مع مصر اللي عايز يؤكد طبعا فيه أطراف اللي زالت في الاتحاد الأوروبي وفيه الإدارة الأمريكية واخدى موقف احنا عارفينه يعني لكن عايز يؤكد مرة أخرى أنه مصر ستكفح الإرهاب ومصر ستكفح المراض بمنظوم مختلف بعبر تعاون عربي وقوة عربية مشتركة واللي عايز يجي معنا أهلا وسهلا فده حيبق جزء مهم أنا ظن أنه سيأخذ حيز مش قليل من المؤتمر يعني طيب كل هذا الوطن شغلين بقى في حالة من التفجيرات والأعمالات الإرهابية بقى لها فترة على مدى أيام متتالية وكمان حريق لبعض القاعات في مركز القهر والمؤتمرات هذا الشيء في الأحداث دي بتؤثر زي في الحضور للمؤتمر ومدى وصول الرسالة اللي حضرتك كلمت عنها للعالم والله إذا أنا بيقوله يعني السم الذي لا يميتوني يزيدوني قوة كلمة خالد بن الوليد أنا بعتقد أنه يعني الجماعات الإرهابية في مصر وأزهن النهارضة الحقيقة كاتب محترف كذب يعني راجل سنه 70 سنة وأنا مندهش الحقيقة أنه هو بيقول أن الناس مش هتيجي مصر إزاي تيجي إزاي والليه الإرهاب ده شغال وبعد شوية يقول الأزمة مش بين الدولة وبين الإخوان ده بين الدولة والمجتمع كله طب المجتمع كله هو اللي بيفجر يعني القنابل دي فأصد أقولك أنه أنا لاحظت حتى على المستويات الناس اللي واحد بيحتكي بيها شهية المصري للحياة بيت أفضل يعني كان فيه نوع من العدمية كده في مواجهة الوجود أنت عايف دي مسألة مهمة أنت كل يوم بتقول طب الحمد لله أننا عديت والحمد لله أني جاري عدى وبتكلم في طنطر كويسين الناس التفجيرات دي خلقت كده إحساس جديد بأننا سننتصر للحياة وأن الحياة دي حاجة ليه قيمة واللي يؤمن بحياته حيؤمن بالآخر ويعمل عشانه فأنا بقول أي مكات التفجيرات اللي شغالها لا هي حتيقدي على وطن بقاله ألاف السنين وحيعيش إن شاء الله ألاف السنين وأنا حتيقدي على 90 مليون واحد يعني ولكن كمان اللي أدهاشني الحياة أنا يمكن من فترة كده بعمل تقرير كل يوم على يعني بعض الحاجات متعلقة بالنشاط الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماع والتعليقات فيه إصرار بالغ الغباء من جماعات الإخوان وحلفائهم يعني على إفشال المؤتمر الاقتصادي ووالخلفهم حاجات غاية في يعني التعاف والكذب اللي هو إيه مش قادة أوصف لكن من كل يوم يقول لك مثلا ده الحكومة حتغلي كل حاجة في يوليو اللي جاي وترفع الدعم وتقتل الغلاب يعني حاجات من هذا الخبيل والحكومة ردت وطلعت بيان لكن كما في تطلعها بدري شوية من أسبوع عشر تيام من ساعة مالإشاعة طلعت بس الحكومات أخرت وخلينا برضو نأكد على كلام الرئيس المبارح لما تكلم على أنه وفد الكونجرس قال له أنت مش خايف من مصير السابق وأنه إحنا في معركة وجود وأنه إحنا مستمرين برغم كل شيء وأن الشعب المصري يقدر يعمل المعجزات حاليا بتشوف ده إزاي في الصورة العامة هو كان كلام مهم جدا لكل مصري الحقيقة أنه إحنا وأنا بعتقد ده لأي واحد فينا إيمان المصريين بالقضاء والقضر يعني أنا لا أعتقد أنه يوزيه أي حاجة موجودة وأنه محدش يعني ما فيش حاجة هتاخد من عمر واحد يعني إيه دي أكتر من عمر ولا أقل من عمر وأنه لكل أجل انكتاب هذا الإيمان متوسخ في المصريين بطريقة فعلا ينظر أنك أنت تجده في أي مكان نقل فمحدش حيهوشنا أنك أنت ممكن تموت بكرة وبالذات لم يبع عندك هذا الإيمان ببلدك وبشعبك ورغبة في أنك تدفعهم للأمام وفي نفس الوقت أنا الحقيقة كنت أتمنى حتى أنه رئيس يولونج أنه هذا الخطر اللي أنتو بتقوله أنه جايز يحصل لي برضو بيحصل عندكم وفيه أولفر بارم ده رئيس وزاري السويدين ضرب يعني فيه شخصيات عامة في أوروبا الناس لسه مضروبة في فرنسا وكذا هذا الخطر اللي أنتو بتقوله أنه ممكن يحل بي ممكن يحل بأوباما وبأي حد من الإرهابيين يضربوه يعني وبالتالي أوجب عليك وبدل ما تقولوا لي أنك مهدد أنه كنتوا تساعدونا فعلا في مواجهة الإرهاب وبصورة أنا بعتبر أنه كانت متحكة العالم كله لما مصر بتحاول يعني تعاقب الذين زبحوا أبناء في ليبيا داعش فالإضاءة الأمريكية تتحفز والبريطانية تتحفز وفي نفس الوقت يلفوا من أحيان تاني يقولون تعالوا معنا في الحلف ضد داعش في العراق يعني أصدقوا لكل هذه الكعابيل مش هتغسر في المصريين لا وعيس مصر ولا شعب المصر يعني وإن شاء الله المهم في الموضوع حكتين الحتة الثانية لسه ما بنيتش شوية هو ده اللي حيطلق حماس الناس لإنجاح عملية التنمية هو المؤتمر مش مجرد حدث فعلا زي ما اتقال كتير ويمكن المؤنس محلا مباح بقول بداية موضوع العدالة الاجتماعية بلغ الأهمية وأنا أحب أنه ده يتقال داخل المؤتمر بمعنى أنه عشان ما يجيس مستثمر يقول لك ده أنت البلد دي أصلاه بتصرف كتير على الضمار الاجتماعي وعلى العدالة الاجتماعية وده حيعمل لها عجز في الوزنة أقول سياساتي بوضوح من ناحية الاستثمارية والتنموية وسياساتي فيما تعلق بالعدالة الاجتماعية هو ده اللي بيخلق توازن والمستجم من احترم يبقى حيث أن البلد يبقى مستقر وما فيش بقى تحبع مستقر وفيه خلل شديد في توزيع الصراوات والاستثمارات بس فيه جزء مهم تعاون الدول معانا يعني برح الرئيس وجه سارة شكر للإمارات طيب الإمارات أكيد مشاركة هل يبقى فيه مشاركة سعودية كبيرة هل فيه مشاركة أمريكية وأوروبية وهل الرسالة اللي الرئيس تضمنها في خطابه إنبارح موجهة لمن بالزبط خصوصاً لما تكلم عن الكونجرس وعن الكلام ده جديد وأول مرة يتقال بالشكل الواضح والصريح ده فحضرتك شايف الخطاب رايح في أي جزء في ده ومين اللي متوقع فعلياً أنه يبقى ليه وجود قوي جداً في المؤتمر هل اللي تقالي مبارح ده ممكن يخلص إثمارات الأمريكية تنسحب إيه ممكن يكون تأثير الكلام على المؤتمر حضرتك يمكن تناولت ثلاث حاجات أولاً الموقف السعودية يعني من المعلن أنه ولي العهد حيبقى موجود وفيه نحو 170 شركة سعودية موجودة وأنا واثق أنه من حتى الاستثمارات ستبقى كبير إحنا عارفين أنه ده شيء له متخبي ولا يجب حتى أنه نكفيه أنا أظن أنه نعض بالنواجز على علاقات عربية قوية وبصفة خاصة مع المماركة العربية السعودية والدول المفتاحية في المنطقة ونبقى صرحاء في أنه فيه مساحات للاختلاف إحنا لا يمكن تتطابق وجهات النظر السعودية مالت أكتر إلى أنه بسبب مكروفها من إيران إلى أنها تقوي علاقتها بتركيا وبقطر دي برضو علامة استفهام النوم الدفع في التجاهة مصالحة مع تركيا طب هل ده ممكن ولا إيه ظروفه في اللي إحنا فيه يمكن زي ما تقال مبارح فورم بوليسي كابتقول أنه طول ما أردوغان موجود يعني فمش حيحصل تطور كبير في العلاقات بالفوبيا اللي موجودة في تماؤه والرغبة في أنه يبقى السلطان العثماني الجديد ويعني هو حاسس أن مصر هي اللي دمرت المشروع ده بعد ما صرفوا عليه من ساعة ما طلعوا الجزيرة وعملوا من سنة 95 وانت جاي فالفلوس ضعت على الأرض فأصدقل طول ما أردوغان موجود مش هلكن برضو أنا وده شيء جيد جدا أنه نازم طول الوقت نحرش على علاقة طريبة مع الشعب التركي على فكرة يعني الأتراك محبين يعني اللي مصر طبعا قلت تعالي الشعب التركي الطريقة النقشبندية مثلا في لها عشر مليون متابع يعني من الموجودة ولهم علاقات يعني روحية قوية ربنا يكون فعونهم في إطار الفساد المدانة بحكومة أردوغان والقمع اللي هو بيعمله يتكلم عن القمع عندنا هو عنده قمع وعنده فساد وعنده بلاو زرق هو أراجل عنده فوبيا يعني لكن في كل الحالات فأصدقل يمكن السعودية عندها في قدر من الاختلاف واضح بيننا وبينهم في التوجهات اللي موجودة في المنطقة لكن أنا برضو بعتقد أن السعودين لا يمكن يستغنوا عن علاقة قوية جدا مع مصر قولا واحدا يعني لأنهم عارفين كويس جدا حجم المخاطر اللي ممكن يحدق بيهم الإماراتيين موقفهم بالغ القوة في مسندة ودعم المؤتمر وغير المؤتمر وبالتالي هما الحقيقة يمكن زي ما تقال أكتر من نورة ويمكن السعودية الإمارات أكتر ولكن السعودية أيضا هما شركاء في توجيه الدعوات لأن الدعوة انطلقت من المرحوم يعني الملك عبدالله أما الموقف الأمريكي هو تقال النجوم كيه حقيقي الأوروبيين والأمريكان دول يعني إيه يمكن أنا يعني يمكن إحنا ما بنبقاش عارفين قوي مصريين عشان إحنا ناس طيبين شوية الطريقة للقوة الإمريالية والاستعمارية كي بقى يتفكر بها طريقة بالغة التعقيد الحقيق وهو عايزة أنه لحد آخر رحزة يضغط عليك فيفتح الباب شوية ويقفله شوية وبعدين يجي لك وبعدين واحد يطلع وفي تقسيم أدوار قوي جدا في المؤتمر زي ما في إسرائيل زي ما في أوروبا أنه يطلع واحد يقول لك كلمة إحناينة فأنت تقول يا ده خلاص وهي واحد تاني يديك سم كده في البدن لكن في كل الحالات قوة الفرصة اللي موجودة في مصر أنا بعتقد أنه هم حيصين على أن تفلت من إيديهم يعني إيه بعدد من الشركات القوية جدا الأوروبية والأمريكية حيبا حيص أنه ما يعدهوش هذا المجال وبيحدث أحيانا برضو عشان أقول للناس بيحدث أحيانا تب رغم الرسائل اللي وجهها الرئيس مبارا نعم بيحدث أحيانا أنه في شركات أوروبية وأمريكية ما بتتحركش فعلا إلا بتوجيهات من دولها فأصد أقول لكن هم خايفين أنه الحاج أنت بتتكلم المنطقة التي تعمل في منطقة قناة سويس ده حيولد حوالي 30% من الناتج المحلي في مصر حاجة ضخمة جدا يعني فمش عايز يفوتوا الفرصة دي فهو حطت رجل هنا ورجل هنا إذا قدر يعطلك ويحودك بالعافية على سك التصالح مع الإخوان وتصالح مع الإخوان في ليبيا أو الناحتواء يعني الإخوانجية وجماعات الإخوانجية في ليبيا ضمن نظام الحكم اللي هناك اللي مصر ضد التوجه ده إذا قدر يضغط عليك ويعمل ده هيعمله وعلى فكرة هم كمان إحنا برضو من الصور أنه لما مر نطلق صفحة وتعدي لا هم ما بنسوش حيث أنه يحاول لعشرين سنة قدام يعني لكن من ناحية استثمار بالنسبة له من فاش تروح على الأرض آه بالضبط كده لكن كاستثمار نظن نحيب في حضور قوي جدا من شركات كتير وخلي بالحضرتك أنه الحكومات حتى ده اللحظة في مصر مثلا الحكومة دايما الدول عينية على الشركات الكبيرة لكن في كل دولة في العالم فيه مستثميرين من الطبقة المتوسطة وتجار ما حدش بيبقى شايفهم دول بيدوروا على الفرصة وخلاص ماليش علاقة بقى إيه يعني أنت مثلا إحنا بنستوارد من الصين بحوالي 9 8 وشوية مليار دولار مين يعرف على فكرة مين اللي بيستوارد من الصين يعني ما تبقاش عارف لا هم بيبانوا في اتحاد الصناعات ولا في اتحاد الغرف لكن بيتعاملوا في فلوس كتير جدا فهي ناس مؤسرة بس انت شايفها الدول الأخر برضو فيها كده فيها ناس كتير جدا مؤسرة وانت وبرضو العدد ده حيبق حتى لو ما حضرش شرم الشيخ لكن هيدور على الفرص الموجودة يعني أما برضو موضوع عرفوا الموضوع الكونجرس احنا فعلا بعيد شوية عن مصر يمكن زميلة كتكتبة في المصر اليوم أهمية ان احنا طول الوقت نحاول نخاطب بتقول يعني امتى مثلا اي قائد عربي يخطب قدام الكونجرس مؤسسة يبقت يعني وصلت في ادائها الى شيء مفزع الحقيقة من الخضوع لليمين المحافظ ولرأس المال اليهودي خصوصا بعد خطاب نتانياه كان مفزع يعني الناس بتحس الناس اجرية يعني بتسقف لأنها متأبجة لكن مؤسسة مهمة ولازم طول الوقت اتعامل معها وتلاقي طريقة للتأثير عليها بس هل اللي بيحصل ومكل محاولات عرقالة المؤتمر قد تؤثر انه يبقى فيه اتفاقات شكلية وانه بعد كده لما تيجي حاجة التنفيذ طيب ان شاء الله ويبقى فيه تسويف والله سؤال بالغ الاهمية الحقيقة برضو خلي بال حضرتك انه ممكن يكون جزء من ميكانيزمات او قليات الاوروبيين والامريكان للخداع هو كده انه يحضر ونمضي وبرتوكول ونضخ وما يضخش في الاخر لكن اهم حاجة يمكن ده المهم في كلمة السيش هو بيقول زراع مصر مش الحدث نفسه التوجه هو زراع مصر بمعنى انك انت بقيت مدرك انك لازم تعمل دولة لها ركاز اقتصادية قوية وركاز استقرار اجتماعي قوي بس في ظل دبابية الوضع الاقتصادي زي ما حضرتك قلت طب ازاي؟ يعني برضو احنا عندنا دبابية في الوضع الاقتصادي مش مفهوم او مفهوم العدال الاجتماعية مش مفهوم او هيتطبق ازاي؟ عندنا مشاكل حتى في انابيب البوتاجاز مش عارفين نوزعها ازاي؟ طب ازاي بنطلب من الناس تيجي؟ واحنا الصورة نفسها مش واضحة قدام الشعب نفس ومش حتى قدام الاجتماعي؟ برضو انا موافق حضرتك الحقيقة يجب ان يبذل مجود اكتر وزاي ما تقال ميت مرة ان موضوع قناة السويس ده كذف عن استعداد قوي جدا عند المصريين ومن ساعتها ما شوفناش حاجة يعني انا نفسي واطراف مختلفة حضرت كذا مؤتمرت في دبي من كام يوم انت عارف مثلا انه مشاريع تكريل بيترول دي مثلا يعني مهمة جدا وعندنا خبرة قوية جدا فيها واللي عملناها في المعمل بتاع ميدور ده عظيم يعني الحقيقة بغض النظر عن الفساد اللي شاب عملية المشاركة اللي كانت موجودة فيه لكن الخبرة دي والمعامل دي عاملة زي الفول والطعمية كده ما بتخصاش يعني اصدر حاجة مهمة فانا بتصور انه ممكن وحنا في احتياج الى دا عندنا مجموعة معامل بعضها يعني قديم قوي ويمكن الحديث شواء معمل اسيوت وهو معمل ميدور ده لكن نحن محتاجين حتى ممكن تصدر منتجات اللي هي العالية القيمة لدول الاخرى زي ما بيعمل ميدور ده فمسلا مشروع يطرح حاجات جيدة ومكويسة على الشعب المصري لانه من المهم في الاخر زي ما بيتقال ما يبقاش العملية نجحت والمريض يموت مأيام احمد نظيف وشهدنا معدلات نمو عالية وتدفق كبير جدا من اسمار الاجناب المباشر وايه 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 ومع ذلك الدنيا هاجت لانه فعلا كان فيه يعني صروات ضخمة جدا في القمة الاقتصادية للمجتمع وشعب مش ظروفه زي صعبة جدا فاحنا مش عايزين نعيد الدورة دي مرة نرخها واللي حيضمن عدم عودتها هو انه يكون لتنم شبكين مع بعض عملية استثمار قوي ومدروسة وبرضو احب اقول نقطة غاية في الاهمية بصراحة احنا في لحظة استثنائية يعني مصر مش هتعيش طول الوقت والنقدي الاجنابي فيها قليل واحتيارات قليلة وعجز الموازنة كبيرة كده ان شاء الله احنا تجاوز ده فما اديش ميزات للمستثمين الاجانب او غير الاجانب بعد كده اندم عليها وما بقاش ادري لبيها وده وخصوص خانون الاستثمار اللي احنا منتظرين هو وغيره احنا ملاحظ ان حتى فيه ضغوط شديدة من اطراف مختلفة ان احنا بقى نخفض الضائب ايه عشان نعلن فايولو ايه في المؤتمر لازم ندي حاجات مدوسة وحاجات حقيقية وحاجات تضمن منافع متبادلة بين المستثمين وبين الدور المصير والشعب المصير يبقى عندنا وضوح رؤية يعني احنا لغاية دلوقتي منتظرين بيت الخبرة اللي تقال انه من 6 ال 8 شهور هيقدم لنا تصور عن مشاريع قناة السويس او عدة 8 شهور اعتقدت الوقت وحيطلق يعني مفروض انه قرأي بعد نطلع التصور هم صالحياتنا شفت قبل المؤتمر ولا بعد لا لا ده لازم قابلوا هم الفكرة ان كانوا ايه يعني انت عارف يعني ايه زي ابو العلاء المعايير كده لزوم مالا يلزم زودوا الاحمال على نفسهم المكتب الهندس ده درس حاجات كتير جدا ما كانش يجب او يدرسه كان لازم يركز وفده عطاله الحقيقة الاصر الايه والايه 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 يعني عمل يجي مية وخمسين درسة لكن يعني واثق النوم يعني صحيح حيطلعه في اللحظات الاخيرة اللي هو المخطط العام يطلعوا قانون الاستثمار في اللحظات الاخيرة يطلعوا درساب بتاع الكمالات سويس في اللحظات الاخيرة على اي حال ده ليس سيئا برضو على اطلاقه الحقيقة يأمانة كده برضو رغم ان احنا ممكن اوفقك على ملاحظة لكن مش سيئ على اطلاقه لانه كان ادى فرصة جيدة لانك انت تعيد النظر يعني احنا طلعنا يجي خمسمائة الف نسخة من قانون الاستثمار والتحاد الغرف يقول والتحاد الصناعات والمجتمع وتعليات ماشي ما كانش وحش وهل الوضع السياسي وتأجيل الانتخابات هي ممكن يبقى ليه برضو تأثير على المفاجآت اللي جاية في 72 ساعة شوف انا حقول لك حاجة بقى مسيرة للاستغراب يعني البيزنس احنا برضو ناس طيبين زي ما بقول كده ما عرفش الوربين بفكره ازاي وانا في دبي حتى كنت بقول لحد من المسؤولين انك لاحظنا لا جابوا شيء مثلا ان الجيش بيعمل ولا انه مش عافل برلمان اتأجل ولا ايه ولا الارهاب ولا الضرب ولا بتاعهم ما كانت الحاجة الاساسية لشغلاهم انه خايفين النادي الاجنبي قليل في مصر الاحتياط قليلة يقولك تاب انا استثمرت عندك وجاي عايز اخرج بفلوسي ومن حق اخرج في اي وقت تقول لي لا استنى شوى حتى ما عنديش دولارات يعني كان نقص النادي الاجنبي لدرجة انهم طلبوا ضمانات مكتوبة من الدولة المصرية وعجبني الحقيقة وزير السمار قال يعني القانون في ضمانات كافة يعني والزميل تاني كده باحث مهم برضو اتكلمت معاه قال له الله حتى لو مكتوبة وما فيش دولارات طب حاليا اعجيب لك منين يعني الدولة لكن مهم في الاخر انها نزود احتياطات فرصة دولي البزنس بيهموا الفرصة الجيدة ويهموا موضوع سهولة الدخول والخروج ما كانت فيه فرصة كافية نعمل احنا قانون جديد للخروج من السوق فيمكن زي ما سمعت من الوزر والمبارح انه ضمن ده في قانون الاستثمار عشان الى ان يتم عمل قانون جديد لاشهار الافلاس او سهولة الخروج والدخول من السوق طب يعني نلعب في طار الامرجينج ماركيس الاسواق الصاعدة بنحاول ان احنا حتى قانون الاستثمار يبقى في السكة دي بس هلها نقتلي بالدول التانية ولا برضو هنعمل قانون كده مع نفسنا اختراع يعني احيانا برضو احنا برضو استعنى في مصر فيه حاجات كده دايما يعني هو دايما لازم نرى التطرش نعيد اختراع العجلة لكن احيانا والله بيكون مطلوب يعني هي الزكاة فيه انك انت لازم تنفتح على التجارب العالمية وتشوف المعايير العالمية وبعدين تعمل لها شوية ادابتيشن تطوير كده للوضع المصري طب من معلومات حضرتك يعني ده بيتم ولا ايه اللي بيحصل هو انا شايف برضو العفو لا حصل طبخة جيدة بجد حصل طبخة انا بقولك خوف الوحيد هو ان احنا يعني ايه من ضغط اللحظة علينا ان احنا عايزين استثمار اجنبي مباشر كتير يمكن زينا ما يدقال احنا المتاح من الاستثمارات العامة حوالي 65 مليار جنيه احنا انت محتاج ربعو 100 مليار جنيه عشان تعمل معدلات نموه 7 و 8% فبالتالي هتبقى محتاج اول استثمار اجنبي انا خايف لازلته لحد هذا كل خوفي متركز في النقطة دي ان انا ادي مزايا وتسهيلات وبتاع قد اندم عليها بعد كده فانا بتمنى ان يبقى حتى ممكن بعض الحاجات ولازل على فكرة في ايدينا لحد اللحظة دي اقول تبقى لحد الميزة الفلانية لمدة سنتين قادمتين او ثلاثة وبعد كده حرج على الوضع الطبيعي مثلا يبقى انا كده عملنا الكبر ده عدينا المرحلة دي وبرضو عندي وضوح لان الناس كلها ضغطة في سكة انك تقول لي العشر سنين اللي جاية تعمل ايه في المدى القصير ماشي والمدى المتوسط انا بفهم توجهاتك وما تعدليش كل شوية ومن حق ان يصبح حياة للامان فانت تقول ده حيبقى واضح ان انا حاول حامش سنتين او ثلاثة بالطريقة الفلانية وبعد كذا اكمل في الاتجاه الفلاني او بالطريقة الفلانية طيب خلينا اتنين اهم المشروعات اللي هتبقى مطروحة في المؤتمر واعتقد على رأسها زي ما هيك تفضلت مشروعات قناة السويس واللي هتبقى تمثل 30% احتمال كمان تبقى تمثل 30% من الدخل القومي في الفترة القادمة لعقلين نبتدي بقناة السويس ونتكلم عن اهمية المشروعات اللي مطروحة فيها خصوصا لو فيه مناطق صناعية لروسيا والصين ومناطق حرة جمركية حرة برضو هتبقى موجودة حالك شايف لو ابتدينا بقناة السويس ممكن نقول فيها ايه اهم نقطة الحقيقة في موضوع قناة السويس مش المشاريع يمكن كنا في لجنة عمل ادارة الدكتور رحمد صارع عشو مقرر وانا بيعودوا فيها عمل تطوع يعني عشان بس الناس المهم كان بيقولك على فكرة ادارة التنمية في منطقة قناة السويس ما انا ممكن اعمل احلى تخطيط واحلى حاجة والادارة البيئيقراطية اللي موجودة هي فاتضمر اي حاجة فكان فيه يعني دعوات مختلفة وبرضو الحمد لله سمعت كده يعني حاجة تبشر بخير شوية في الفترة لفترة انه تتولى هيئة قناة السويس موقعا وهيئة قوية جدا وعندها قدرة وعندها طراز تريخ في الادارة جيد ادارة المنطقة على الاقل لفترة ثم تنتقل بعد كده الى مجلس ادارة تاني لهيئة منطقة اقصادية خاصة تبقى تابعة القانون منطقة اقصادية الخاصة فده شيء مهم يبقى اذا الادارة مهمة جدا قبل المشايع نفسها لو جينا على المشايع اللي في منطقة قناة السويس هي وعميتها استراتيجيا كمان على الارض لانه وجود الالصينيين ووجود الروس ده بيشكل نوع من الوضع الاستراتيجي على الارض وزي ما حالك تفضلت انه ده بيجذب الامريكان والاوروبيين حتى لو هم مش عايزين اكيد برضو الحياة مما دفعهم للمجي انك انت منوع المحفظة في علاقاتك الاستثمارية والسياسية والاقتصادية مع الدول المختلفة وفاتح في اتجاه الهند والصين وروسيا وإلى آخر يعني كلنا لازم نفتكر انا كنت ظني انه الامبراطورية العثمانية كانت عايزة من مصر تحديدا قناة سويس وانحنا نسيبنا في حنة ويأكلوا هما نصف ليبيا مع أطراف أوروبية يعني وحتد القطر القطر يعني انا متخيل ده وظن انه صحيح يعني انه كانوا حيجيبوا الشيخ حمد دايبة هو الوالي العثماني والي العثمانيين على مصر يعني والأظهر ياخدوا الشيخ القرى ده والتأسيم ده كان موجود عشان ندرك يعني مدى يعني المطامع اللي كانت موجودة في بلدنا وبالتالي كمان يجب علينا ان احنا واحنا بنخطط المكان ده ونبنيه وننميه يبقى في عينينا طول الوقت ان احنا نحميه بطريقة جيدة وزكية يعني فوجود يعني التنوع ده من الوصص مين ونبقى هيئة قناة السويس اللي طول الوقت موجودة وطبعا احساسها وشعورها بما يعني بما تعلق بالأمن القومي برضو لا يزايد عليه علاقتها بالجيش قوية جدا وبالمؤسسات الأمن القومي وبالتالي الاموها تمشي كويس فيما يتعلق به الحفاظ على أمن المكان يعني طبعا احنا يعني بقى فيه صعوبات شوية بس مؤكد العسكريين درسينها هيئة قناة السويس كان قال ان كان قناة السويس في الأول الآن نعمل قناة موازية بالكامل وبعدين لما جاب العسكريين وشاف مخاطر الخصة دي قالك نلغيها ونعمل بقى التفيع اللي هتبقى بره شوية دي الحتة دي لكن هتصعب علينا شوية كمصريين انت حيب عندك الطريق للدخول لصينة بالأنفاء ده أفضل صحيح من الوضع القائم بس كمان في الآخر الأنفاء لها طاقة يفرض لقد والله فيه عدوان وانت عايز تواجه بكسافة وتخش وبقى عندك بدل ما تعدي قناة واحدة بتعدي يعني في مناطق واسعة من القناة منطقتين دي حاجاتنا صعبة علينا بس اللي يعود الواحد يعود شوية ده بالخطأ شوية ان احنا فعلا ويكاد يكون عن عمد أهملنا سينة وبالذات في الشمال او سينة كلها الحقيقة هو باستثناء شوية مش تيخ مفيش حاجة في سينة فدلوقتي فيه اهتمام شديد جدا بان يبقى سينة جزء مهم جدا من منطقة تنمية خناة السويس هتلاقي مثلا مين العايش داخل في الخطة اللي هيعودها المكتب اللي عندها هتلاقي المدينة الزكية اللي كانت موجودة في الإسماعيلية جزء مهم جدا هتلاقي قارية الأمل الشغلين عليها كقارية نموذجية عجل نتعامل عليها في حدود 40 مشروع على أساس انه هل ده في إطار خطة لتحويل محور غنات السويس لما يشاب هونج كونج ولا الدنيا هتمشي ازاي يعني عدد المشاريع الكبير ده هل ده قابل للتحقيق على الأرض وهل لو ده هتم هيدخلنا في اتجاه هونج كونج والسكة دي ولا الدنيا هو حضرتك مثلا لو دخلنا على بوابة وزارة التخطيط في مصر هتلاقي وتخطيط اللي حد سنة 20-30 ونظن انه كان مسمى حتى في اللي بتعمل في المنطقة بشكل عام يعني هتلاقي مئات المشاريع لكن مثلا ايه احنا الصحفيين مثلا بنهتم او برقم فنقول هنعمل المشاريع مثلا في اللوجستيات والنقل والخدمات الملاحية والكلام ده وحيبا فيه منطقة زكية ومنطقة صناعية ملاصقة للست موانئ اللي هتعمل كل ميناء الميناء قضية مهمة في العالم الميناء بيخلق دولة دي وقت يعني يعني سينغافور مهمين يعني وهونج كونج برضو يعني مواني مجموعة مواني ودبي الميناء مؤثر جدا فيه فرصد اول يعني انك انت تعمل هونج وكونج ولا انا رأي ان نموذج المصري مختلف التانين دايرة مغلقة على نفسه انما انت مهتم بالتشبيك ويمكن برضو الحقيقة والا في اخر عرض للمقاطة العام كان طول الوقت عمال يبص وفي مطلق قناة من الخطر على مصر انك انت تعمل جزيرة من الصراء موجودة في قناة السويس ومجتمع محيط بها فقط يبقى ما عملناش حاجة يبقى ما عملناش حاجة فمن المهم سواء في المنطقة نفسها هي منطقة قناة السويس ان يبقى تشبكها قوي جدا مع باية المناطق وانه الظاهرين بالذات اللي موجودين لها سارب وغير بالقناة يبقى فيهم حركة تنمية قوية وليست صدفة زي ما بنقول على اهتمام بسينا انه سيسي قال لك هنعمل عاصمة جديدة موجودة على الطريق السويس القديم وب يعني مدينة بد ده معنا بالضبط ان الضفتين حيبقى عليهم حركة عمانية قوية ان شاء الله سؤال يعني هل التقسيم الجديد للدول الانتخابية هيأثر والمحافظات هيأثر على التخطيط ده ده مسألة مختلفة شوية لانه تقسيم سياسي يعني حضرتك عارف انه انه المحافظين والكيادات السياسية برضو مؤسرة جدا في بلدنا حتى لو عملنا تخطيط العظيم والله اشوف اكون معاك امين برضو انا لسه طريق طويل جدا على ما تغير البيوقاتية في مصر سواء بقى المحافظة اتقسمت اربعة ولا بقى اتوقع محافظة واحدة القصة ما بتفعيش كتير في التسهيل عشان كده قالوا نعمل اختراق من خلال شباك واحد وندي سلطة اكبر ومع ذلك وزير الاستثمار كان امين وده لسه معلاش الانبايح وده برضو كان حصلا فعل لانه الناس من الصور انه تاني يوم بقى طلعنا القانون يبقى الشباك الوعد اشتغل ماذا تلعب لكده شباك واحد وبردو المستثمر كان بيقعد يرف على المحافظة ما هو وزير التخطيط كان بيقول انبايح هو شباك واحد وورا 100 شباك طب يبقى 100 واحد شباك من شباك واحد المراضي عايزين يبقى حييه بس هو الوزير قالك هياخد يمكن مش اهل من 10 12 سهر عشان تشبك معلوماتيا مع كل الجهات وبالتالي ما اضطرش انا مقأة السيد المحافظ السيد مش عافيه وابعت منها تصمار فيقول لي ايماء ايه لا مش عافي كتابكم يبقى كله اونلاين والمعلومات موجود هو ده عشان كده طول الوقت تقول انه امل مصر بامانة كده فيه موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من غير ده من غير تشبيك معلوماتي ما بين الضوايب والجماعيك والتاملات الاجتماعية والمعوم لا حتعمل عدالة اجتماعية كويس ولا حتعمل تنمية كويسة يعني طب هل بقى الملف التكنولوجي من الملفات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي ولا مش مطروح بالشكل الكبير خصوصا مع التصريحات على انه هيبقى فيه رقم قومي شامل وشريحة دكية تشمل كل شيء بالنسبة للمواطن هل التكنولوجيا مطروحة بالشكل ده ولا لسه هو طبعا من المؤسف انه احنا قلنا ايه سيليكون فالي في الاسماعيلية على فكرة قالت من سنة يمكن 98 كده انا حضرت اوالله افجاد وقال لك وكان المرحوم عاطف حبيد بقى كان وانا بقيت يعني بقول يا رب يعني سيليكون فالي بقى فاحنا هنعمل حاجة جنب المهم ورحت زلت بالصدفة كده من سنة 2010 وزلت المكان ده وكان الوعد بجد يعني بيبكي حزنا على مصيره مبنيين كده اقيمه من ساعة ما تقال سيليكون فالي وما فيش اللهم والموظفين والموظفين وما فيش اي حاجة على الاطلاق وسألت لي يا جماعة قال لك صيجان جيه وفد كوي قال لك السلسف والرمل كأنه اكتشاف يعني يمكن يأثر على الشرايح وعلى الحاجات المهم من آمة القصة فارتقي عين عمل المخطط الجديد ادخال هذه المنطقة مرة أخرى وبمنظور جديد زي ما تقال في قلب المشروعات اللي هتتعمل وانا ظن ان الـ ما هواش مجرد حتى مشروع في موقع احنا للأمان القرية الزكية عمل جيد الحقيقة يعني كنموذج لازم نسكن للناس يعني ايه الحاجات الكويسة اي مكان موقف لانه كان واضح في زي انه هو عايز ايه وعمله ويتعمل ازاي وعمله فعلا انا لسه ما عنديش فكرة كاملة على ايه المطلوب من السلكون فالي هل هو هيبقى مثلا زي المدن اللي فيها في الهند فيها تعهيد ان انا اصنع يعني ايه اقدم خدمات يعني ايه الكترونيا لأطراف خارجية ولا اقدم خدمات للمجتمع وحلول للشركات المصرية نانشي شعر بالسنة بتمنى ان يبقى فيه شيء مختلف عما كان عليه الوضع فيه الـ 15 عشرين سنة فت ويبقى برضو بكرة مرة تانية مشابك مع بقية مشروع مشروعات انا انت عارف هيبقى مطروح برضو من الوناسبة في المؤتمر القرية الزكية اللي موجودة في المعادي هيتطرح منها عدد من المشاريع جواه يعني في المؤتمر ومجموعة قرية زكية في محافظات مصر ارجو ان يبقى طول الوقت برضو فيه تشبيك بين المشاريع وبعضها البعض عشان تخدم اساسا على الواقع المصر وتطويره اصلا ممكن نعمل ناس اسكية واحنا عندنا في مصر عدد مش قليل ابدا من الناس عبقرة بصراحة في موضوع تكنولوجيا المعرومات لكن طول ما انت سايبهم من غير مشروع وطني يخدموا عليه اهما كل واحد بيشتغل بالوجر بيشتغل بالوجر البرة يعني مهما كان هياخد مثلا هياخد 30 ألف دولار 50 ألف صحيح ههم بيجوا بلده بس خير عقله كله ريح لبرة فانت طول الوقت وانت بتعمل في الإسماعيلية وغير إسماعيل هازم براعينك على انه ده يخدم بالأساس على تقوية هذا البلد ودعم يعني التركير الاستراتيجي ده انه تجميك المشاريع مع بعض قردي موجود طب ايه اهم الملفات الاخرى اللي سيتم ترحاها في المؤتمر اللي مصر اتطرحها هو طبعا زي ما تقال وده حيعدنا يمكن كلامه انه في الاول يمكن عملنا موضوع في المصر اليوم انه وتقال وفي اكتر من جونان الحقيقة مشاريع الطاقة هي عوص المؤتمر شام الشيخ القطاع الطاقة ظل مقفول لمدة طويلة في مصر يعني وكان فيه تردد في تحرير ويمكن كان يكون كان معهم بعض الحق لانه زي ما قلت يعني اكتر من مرة انه يعني ايه الاوروبيين والامريكان يعني زي ما تقال راجل بتاعه يوميات جسوس اقتصادي ده الواحد كان شغال في السي اي اي وطلع كتاب مشهور يعني مهم بيقولك احنا اهم حاجة بنبص عليها مجاور المحطات نقنع الدول تاخد خروج لانه احنا بنغيب نحل بالبلد 30 40 سنة من هذه المحطات لكن انت قدام واقع انت فعلا فيه نقص شديد في الطاقة في مصر ولازم كان لازم تفتح هذا القطاع وبعض الناس بيقولوا انك لازم تفتحه حتى لو ما كانش عندك نقص ده موضوع فلسفة تانية لكن اللي انا بتكلم عنه دلوقتي اهمية التوازن في بناء العقود لانك انت المشهور الطاقة ده بيغيب 40 سنة بيدي عائد للمستثم الاجنبي طب الطاقة بمعنى ايه فعند الطاقة في اشياء والمحطة النووية اللي اتفقنا عليها مع روسيا لتوليد الكهرباء هل هيبقى مشاريع الطاقة بمعنى محطات طاقة شمسية طاقة رياح هي البلد مركزة وحسنا فعلت احنا طول الوقت كانت وزارة الكهرباء في مصر وكان عندها برنامج معلن لسنة 2020 وان احنا عن نوصل لمزيج من الطاقة هيبقى فيه 20% طاقة جديدة ومتجددة ومش عارف كذا من الطاقة المائية 5-6% السد العالي وانات ريسنا وكذا وكذا من المصادر الاحفورية اللي هي اللي بتاخد بالغاز والمزوت وكذا يعني انت بتحاول يعني مش هنبعد قوي على فكرة عن المزيج ده مش وحش لو التزمنا به لان احنا ما كنا نفسنا فيه حاجة طاقة رياح مسامتها هزيلة يعني اللي موجودة وما كانت بس الشمس عندنا ايوه لكن كل ده احنا كنا برضو اغاني يعني لكن ما عملاش حاجة اه كانت شعاراتكم فأسود اقول انا شايف انه الحكومة مركزة قوي على بالنسبة للمستثمين اجانب على مشاريع الطاقة الجديدة المتجددة سواء الرياح او الشمس وده كويس جدا انا ظني انه يجب علينا ان احنا الطاقة التقليدية احنا خلاص اكتسبنا خبرات فيها يجب ان تظل لوزارة الكهرباء والقطاع الحكومي هو اللي يقيم المشاريع بتاعت محطات الكهرباء التقليدية اللي هي بتشتعل بالغاز او بالمزوت يعني دي خليها في ايدينا ودي الباقي لانه كده كده الحياة احنا خبراتنا فيها محدود وربما بعد ما تبدأ مشاريع وتنجح المستشمين المصريين ينجحوا وعلى فكرة انت مشترد كمان يبقى فيه شريك وطني وده مسألة كويسة الحقيقة عشان زي ما اقول لها حانك يبقى فيه توازن في العوائد ما بين اللي يطلع بره واللي يبقى في هذا البلد نتبه بشكر حضرتك مصباح قطب المحل الاقتصادي بشكر حضرتك جدا نورتنا ونتمنى الخير لبلدنا ان شاء الله بسي يا فن مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا واعتقد كلنا هنبقى عاديين منتظرين المؤتمر الاقتصادي عشان نشوف ايه اللي هيحصل فيه الفترة اللي جاية ويا رب وفق بلدنا واحميها من العداء اللي بره واللي جوه نشوفكوا بعد الفترة